أكتر مشكلتين بيواجه الناس هي مشكلة الرعاية سواء ده نبات دل أو نبات شمس ومشكلة الري ودي المشكلة العامة الكبيرة جدا احنا بنتعامل مع النبات اللي هو أي حد معادي يدي له مياه الصبح مياه بالليل مياه وفيه كده مفهوم عند الناس اللي هو لما يكون الجو حر يدي له مياه كتير في الشيطة يروي من 3 مرة كل 3 ايام في الصيف يوم ويوم وده خطأ ويكون ده واحد من أكبر الأخطاء اللي بتواجه نباتات الرعاية في البيت هناخد الموضوع من الأول إيه اللي جوه البيت إيه اللي جوه البيت وإيه اللي في البلكونة تمام يعني مراعاة للحالة الاقتصادية كتير مش بيعندوا القدرة الاقتصادية نشتري نباتات زينة بسعر مرتفع فبعض الناس بتلجأ إلى بعض الزراعات البسيطة يمكن فكرة الزراع المنزلية هي بتحقق مفهوم كويس جدا فكرة من إعادة الاستخدام وإعادة التدوير فأنا ممكن أعمل إعادة استخدام لبعض الحاجات اللي عندي في البيت من زجاجات البلاستيك أو العلب الصحفيح السمنة أو الحاجات الموجودة ممكن أزرع فيها فجدها نوفر تمن البعض الأسواري الموجودة أغلب الحاجات اللي منزرعها كلها بتكون فيه خلال النباتات الطبية والعطرية زي نعناها الرحان، الرنفل، نزرع مثلا ممكن الروزميري أو نزرع الكمون بتبقى كلها حاجات سهلة نستخدمها في المنزل فيه ناس ممكن يزرع جرجير أو الفجل، حاجات اللي بتطلع بسهولة جدا الحاجات دي دورتها قد هي يا دكتور شهرين ثلاث شهور وتديك إنتاج لنها كلها نباتات مجموعة خضرية فأنا بأخذ ورق أخضر منها أنا مش محتاج صمرة عشان تقضي بالشهور، خمس ست شهور بتبقى المساحة صغيرة ممكن أسرعي عشرين في عشرين أو خمسة عشرين في خمسة عشرين دي ممكن تبقى في بلكونة صغيرة احنا بنحفز الناس أو بنعرض لهم بعض الصور كمان الجميلة دي بعض الأسئلة دي الحاجات اللي أنا ممكن أستخدمها فيه في البلكونة عشان أتفادى أن أنا أحط على الصور ممكن أنا أعلق على الحطة ممكن بلوح خشب بيتعلق على حطة بمسامير أعلق عليه زي ستاند أحط عليه بعض النباتات اللي عندي النباتات محتاجة هي النباتات محتاجة حاجتين مهمين جداً دوق شمس وميا دوق الشمس بنتكلم فيه من أربع إلى خمس ساعات دوق سواء دوق شمس مباشر أو دوق شمس عادي دوق طبيعي بس ما يبقاش معرض لي 13-14 ساعة في اليوم لدوق شمس جديد فالنبات يحصل له إجهاد لأن أغلب النباتات المنزلية والنباتات الزينة بتكون النباتات لحد ما يعني رهيفة شوية مش محتاجة سأقول لك يا دكتور أحمد أنت مثلاً ممكن البلكونة اللي عندك الشمس بتعدي عليها كلها تمام شمس أنا محتاج لدوق لدي محتاج رعاية خاصة منك أنت أنا محتاج لدوق أي هميني لدوق مباشر مكان ظلمة مكان ما بيصالوش دوق أنا لو عندي دوق مثلاً دوق النهار 4-5 ساعات في اليوم بيبقى كافي النبات الزينة ده بيبقى ياخد احتياجاته الكاملة من الدوق عشان يوم بعملية البناء الضوئي بتاعته النقطة المهمة جداً هي نقطة الرأي ودي يمكن أخطر حاجة بتموت كل النباتات اللي في المنزل إحنا بنتعامل مع النبات أكله إنسان أنا لما بحتاج عطش بشرب فهو النبات كده بالظبط النبات لما بيبقى محتاج نسئي إحنا بنسئي فإحنا نعرف إزاي أنا مش شرطة أروي في الصيف أروي يوم ويوم عشان أسجاوة حر النهاردة أو أقف الشتاء أروي كل أسبوع ده مفهوم خاطئ لأن مش كل النباتات احتياجاتها المية واحدة ولا كل التربة احتفاظها بالمية واحدة هو النبات ممكن يديني كده أشارة أنه هو محتاجة تسئي أو يأخذ شوية مية؟ ببعن عندي علامتين علامة ليه النبات ده أنا سائته كمية مية كبيرة جدا فبشوف علامات على النبات نفسه وعلامات إن النبات محتاج مية فبدييني علامات أشهره من الزبول بلاقي النبات دلوقتي لو النبات خلاص وصل إن التربة بقت نشفة جدا وده بيحصل كتير لو أنا عندي الأصرية فيها طينة تربة طينية إن التربة الطينية خلاص احتفظت بالمية ممكن تحتفظ المية وسبتها فترة كبيرة نشفت فالنبات خلاص بلاقي النبات حصل له زي تهدل زي زبول بما محتاج لو أنا رويت تربة طينية بمية كتير جدا التربة الطينية خلاص بتبقى التصرف فيها ضعيف فبتفضل محتفظة بالمية فترة طويلة ممكن ده يعمل تعفن في الجزور في النبات يبتدي يموت يعني تربة طينية محتاجة مية مش غزيرة مش غزيرة حتى لو تربة كمان يعني أنا وتربة عادية البتموس أو لو جبت كومبوست احنا لو في حد عنده تربة طينية بيعمل ايه؟ ممكن يحط ضيف عليها رملة أصفر بيخليها تربة صفرة بحيث أن يوسع المسام بتاعت التربة عشان التصريف بتاعت التربة لو فيه مية زيادة تنزل بسرعة ما تحتفظ بها داخل والرمل يشرب الرمل لا تنزل من الأصرية الرمل ما عطينا بيوسع المسام فيدي فرصة أن المية زيادة تتصرف من الأصرية ما تحتفظ بها احنا بننصح الناس أن نستخدم أكثر الكومبوست أو التربة اللي هي عضوية مواد عضوية بتكون بتحتفظ بالمية داخلها فترة طويلة والنبات بيستفيد منها فيها مدة عضوية النبات بيستفيد منها طب أنا أعرف إزاي النبات محتاج أنا بشير الطبقة اللي على الوش الوش التربة أول اتنين سنتي تلاتة سنتي بيكون جفة لأنه بيكون معرضة للشمس باجي التربة اللي تحت أنا بحط صباعي كده في التربة صباعي لو دخل نزل لتحت ماشي يبقى تربة فيها لسه فيها رتوبة فيها مية طلعت صباعي ليت إن الصباعي ده أصبح يعني مبلول شوية كده فيه مبلول أو فيه طينا خلص بيبقى تربة فيها إلى حد المرة طوبة أنا مش بروي دلوقتي ليت إنه ما دخلتش بقى فيه ناشف لأ تربة ناشفة محتاجة تترويه طب لو صباعي دخل بس طلع ناشف خالص محتاج أرويه والراي بيكون بالرش أنا مش تازم أدلق مية أنا ممكن أجيب البخاخة بتاعة المكوى أو أي بخاخة وبرش بحيس إن أنا أبلل كده كده المية عندها خاصية الانتشار فالمية بتنتشر في التربة كلها فأنا بروي حتى لو رويت بالمية بكباية بحط كباية مية بحيس إن أنا المسافة ما بين التربة وبين الحفة بتاعة الأصرية بتكون مثلا في حدود 2-3-4 سنتي بكتير أروي أسيب سنتي والمية بتنتشر في التربة كلها والزيادة أنا بصرفها هل مطلوب إن أنا أروي التربة بس ولا إلا إلا أن